السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو عبره عن الدرس الثاني. الدرس كانت مقدمة تعرفية او ملخص للمشاهدة في هذا الكورس. اه نتكلم عن الموقع في هذا الموقع او في هذا الدرس عن البيبل بير اوار. البيبل بير اوار هنجد عليه قلائنتس وعملة وهنجد عليه ايضا فريلانسر. يعني هنا ممكن نبحث عن الفريلانسر يعمل المتوظيف او افرز يعني برويكتس نشتريها. لكن اللي يهمنا احنا كفريلانسر هو السيرش برويكتس. طيب في حاجتين اه في بير اوار. كل شهر بنزلك اه خمستاشر كريدت. يعني نقدم على خمستاشر مشروع في الشهر. طبعا ده موقع اه رقم كافي جدا في الشهر. يعني ممعدل اه كل يومين تقدم على وظيفة. بحاول نستغل الخمستاشر. طبعا ممكن تشتري اكتر ممكن تشتري اكتر. ولكن حاول نستغل الخمستاشر انك تقدم على الوظيفة المطلوبة. تاني شيء في بير اوار انك ممكن تعمل اوفر. ايه هو الاوفر? لو جاننا بصطينا في عندي في البروفاير في البروفايل. فممكن ده كده عبارة عن ده البرتفوليو العمل اللي انا عملتها. ده كده اه بنسبة لي الاوفر. اه حاجة انا بقدمها للعميل. بشرح له التفاصيل. فده كده عبارة عن الاوفر. يعني خدمة انا بقدمها للعميل. اه بسعرها. بكتب بحط في هنا الصور. لتفاصيل عن اه الخدمة اللي بقدمها. وطبعا انا شرح باللغة الانجليزية. ممكن هنا يكون في هنا اه يعني اضافات. ما يقول لكم انا سلم ملفات المشروع مقابل يقول لكم عشر دولار. ده بساطة. طيب خلينا نشوف اول شيء ازاي يقدم على مشروع بالتفصيل. طيب اه خلينا ابحث عنه ولكن اه من غير ما ابحث. فهنا كده دي اخر مشاريع. اه يعني هنا ده خاص بالماركت اه اميل لست. طيب بيقول هنا هنا صمم تلتا بوستردز. هنا خاص بالداتا اكستراكشن. طيب هنا بيقول لنا. طيب اه ده كده بيانات العميل عميل اه اسمه اندرو اه يعني مشاريع اللي عملها تتا ارابعين مشروع. اه اخر مشروع كان في اه تقريبا يوم واحد مارش يعني تقريبا من اه خمس اه او سبع ايام. طيب هو بيقول هنا انا احتاج حد يعمل ادت لالف وخمسمة صورة. اله هنا التعديل يتضمن انه بنعمل كروب وستريتن والاكسبوجر يتعدل. اه. بعد كده بيقولي يتصنفه لست والدرات في دروبوكس. طيب انا شاف ان الوظيفة ده اه اي حد اللي يلقب الفوتشوب او التصميم سهل يعمل الوظيفة. لعد ممكن يكون كتير ولكن اه نوضوع مش صعب للدرجة فخلا نقول هلو لازم اول شيء واحنا بنقدم نكتب الاسم في الاسم يكون وجود هنا عندنا في هلو اندرو. تمام? اول شيء بتعمل هايلايت اه لازم اول سطرين يكونوا يسمون كاتشي يعني اه لو العميل ما تشدش من اول سطرين فهيرفض او مش هيبص على باقي البروبوزل. ده كده البروبوزل اللي انا اه او الوفر اللي انا بقدمه للعميل. باكها بيكون فيها عنوان اه 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 بنكتب هنا للتسعير. طيب خلينا نقول هلو اندروه ايام كامل وهيكون هكتب سينير لزينر. اول شيء بيكون في ما كنت ننتعرفه اول سطرين اه شرط يكونوا كاتشي. بعد كده اه هنقول اه ايه اللي ممكن اقدمه المشروع ممكن هنعرض يعني لازم يكون البروبوزل او لازم يكون العرض التاكديمي او اه التسعير والعرض مناسب ولازم يكون اه اه شرح التفاصيل اه في اه شرح التفاصيل المشروع فاذا احنا بنقول لنكون اه اه بستهدم في تشوب وليكن لسبع سنين فممكن اه 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 نقدر اعدل الالف خصوص صورة وسلمه لكم خلال تهت ايام. او ممكن اسأل اه عدل لكم عشر صور اه مجانة وسلم خلال اه ساعة از اتست. طيب بعد ذلك اه بن بنحط لينكات لي ولكن لو في لنا صفحة الفيس او اه بروفالي او البيانس او الاختيتشن او انستجرام اه لو عندك اي سؤال ممكن تتوصل معاى في اي وقت ممكن تكتب اخر جملة الى وهو اتست مع قطب تمناتي. طيب ده كده بالنسبة لي العرض هو التقديمي. اه ده كده منسبة لي العرض. فبنسبة لسعر ممكن نقول اه اه ممكن نقول تايتل ايديتنج 1500 فوتوز and اه ممكن نقول السعر بقى تحط السعر اللي ينسبك. طيب في ملحوظة في البداية ممكن تحط سعر ممكن نقول اقل من نفسين يعني لو طبيعي ان تكلفته اللي يكون عشرين دولار ممكن تحط عشرة او قل كمان. ده في البداية. لو لسه بتبدأ الموقع حط سعر مش شرط يكون سعر السعر الطبيعي. لا ممكن تحط سعر قليل بحيث تكسب ريفيوز بوزت في ريفيوز. ما كده مسلا لما يكون عندك اربعة او ثلاثة ريفيوز. فممكن بعدك تحط السعر الطبيعي. فممكن نقول هنا ان التكلفة هتكون مية. ويدي بوزت خمسين. سنت. خلاص كده تمام. ممكن كده العرض او السعر كات اه تقدم. بس ده كده بالنسبة لي التقديم على المشروع. طيب عايز تقدم خدمة معنا. طيب بتقدم انت ايه? ولكن بيزنس كارد ديزاين. ولكن ممكن لكم ساعتكم لكم ثلاثة ديزاين ويلندر. فولي يكون عشرة دولار اه عشرة دولار او عشرة يورو ايه كن. I'll deliver within two days الكاتوجري وليكن ممكن نقول business consulting teaching teaching design 3D design طبعا انت ممكن تحط المهارة تعمل ايه فما حدش هيقول لك اااا اولي اكون لندنك محدش يقول لك انت يعني اسأل نفسك اي هي المهارة اللي بتودك تقوم انك تقدمها سواء كان خاصة بالتصميع والبرمجة او الترجمة او السرش او كتابة المحتوى او الدعم الفني التسويق اي ان كان المهارة طيب هنا بتحط صار وصار بيقول لشارط يفضل ان هتكون بالنسبة 3 إلى 2 يفضل 1200 بيكسل كعرض في 1800 بيكسل كارت فخلا نتجاوز ديت حاليا بالنسبة لي بعض التفاصيل عن الوفر ودسكريبشن خاص بي الموقع السرش ريزولت طيب هكتب هنا وليكن هكتب هنا تفاصيل عن الوفر بأكد هنا ملخص ونبزة عن الوفر طيب هنا دي هبرا عن ملخص سواء كان تصميم منتجات او game asset او وبالدزاين او تصميم لوجو 3d وهنا ده كده خاص بي الموقع السرش انجه زي جوجل او ياهو وليكن ممكن ايويل اه اوفر one hour session on zoom وليكن تمام اه هنا بيقول لنا طبعا رموتلي confirm اه اثنينو which topics you would like to learn طيب. اه طبعا هنا لازم يكون في عندنا صور. اه رفعنا الصور. يقول هنا انه لازم يكون على ال مئة عشرين حرف. اه فممكن نقول له. خلا نشوف. هذا طيب اممكن نقول طيب. اه ممكن نقول بست اوفر. اه يعني هو بيقول لك تمام اه الاوفر. تم ما انشاؤه على الموقع. طبعا ممكن تعمل مقابل يعني ان الاوفر يكون في الصفحة الاولى ولكن نعمل سكيب. وطبعا تنشر على موقع زي لينك دين. طيب. فموضوع انك تعمل اه شير ل الاوفر على موقع السوشال زي الفيسبوك او اللينك دين. موضوع سهل وبسيط. شير انبوست تكتب التاج. اه فالموضوع سهل ما فوجدش اي تفاصيل. فاذا اه درس اليوم اتكلمنا عن اه اول شيء زي نقدم على وظيفة. نقدم على مشاريع. تاني شيء زي اه ننشئ الخدمة اللي هو الاوفر. طيب اه طبعا في التقديم على المشاريع. احيانا لو عندك مهارات ممكن يجي لك زي كده. انا عادة اقول ان هنا ده كان تلاتاشر بقى اتناشر. طبعا احنا قلنا كل شهر بتجدد خمستاشر. كل يوم واحد في شهر بينزل خمستاشر. حال تستغيل الخمستاشر كل شهر. اه ثانيا ممكن تحصل لكم عندك انت مهارة الفيديو المنتاج فيديو ايتنج. هتجد ان في عندنا هنا اه اه ده كده شغل بالساعة. طبعا فيه شغل بالساعة وفيه شغل البروجيكت. فهنا اه ده كده حد طالب. هنا تقدم واحد وخمسين بروزل. يعني حاول تقدم على الوظائف الليسة نزلة وفا ما فيهش بروزل. يعني ده ممكن تقدم العشرين. ممكن يكون فيه فرصة. لكن او تمانية ديت طبعا فيه فرصة نزل ناربع ساعات فدي اعتقد فرصة كويسة. يعني حتى العميل يعني ما فيش مشاريع للعميل. يعني ممكن تقدم او تشوف مشروع تاني. يعني ده كده العميل ده اه اشتغل فيه فيدباك خمس سوى مشلمة واشتغل تسعة عشر مشروع فممكن تقدم على مشروع زي الانستجرام ريلا وانتريك خبر المنتاج. فطبعا تكتب اسم المهارة هنا فوق. اه اسم المهارة هنا. لو عندك مهارة معينة ولكن بتعرف تعمل اللوجو. ديزاين. اه اه ده كده من يومين اه من. بتسعة ايام. يعني اه اه وظيفة من تسعة ايام وخمسة وسبعين بربوزل والعميل لسه عمل الشهير. فازن اه مفيش داع نك تقدم على وظيفة كده. يعني دي من تحت ايام ممكن. يعني نحاول تقدم على وظيفة ليا من يوم او يومين. يولا كندي 11 يوم والمية سبعة وتتين بروزل مظنش ان في فرصة لكن دي من يوم وتمانية وستتين بروزل العميل آآ نسبة توظيف خمسة ربين في المية. فمقدم ممكن تقدم عليها. ده الاسم وده آخر مشروع من شهر نوفمبر. دي تفاصيل اللوجو. فيعني حاجة تختار دي بعض وانت بتقدم على وظيفة. منشرة من يوم بروزل 68 بروزل. ونسبة توظيف خمسة واربين في مية. يعني العميل ده مش اول مرة ينشروا آآ او مش من اول مرة تعال مع الموقع. العميل قديم مش عال مع الموقع. فهتحط في الاعتبار الوظيفة والبروجيكت المشروع كان امتى. والبروبوزلز كام واحد قدم على الوظيفة. طبعا هنا الوظيفة دي ريموتلي. طب ايه هي انواع الوظيفة اللي ممكن تكون طيب يعد الوظيف زي وليكن الفيديو تصوير الفوتوغرافي ده كده غالبا هتلاقي او ده كده ده كل ده يعني وظيفة زي ديات في الوظيفة بتكون في الولايات المتحدة يعني لو انت في الولايات المتحدة ممكن تقدم على هذه الوظيفة آآ اللي قدم بس اربعة وفي امام منشورة من اربعة سبعة ممكن يكون لك وظيفة ممكن يكون العميل ده قدم عليها لو لك خبرة آآ بي الفيديوغرافي طبعا ما ينفعش اقدم على الوظيفة لان ديات وانا مش موجود في الولايات المتقافية وموجود في مش موجود في الولايات المتحدة آآ في بريطانيا فاذا ما ينفعش اقدم على هذه الوظيفة لكن لو انت موجود في او ليك خبرة اقدم احتمالي يكون العميل آآ بيشتغل على في هذا الموضوع طبعا ده كان آآ باختصار هو موقع انا اصح من موقع طبعا الاشهر موقع طيب طيب اميدت بيبل بير اور عن من ابورج ابورج بيسمح لك فقط بعشرة وكنكتز في الشهر الباقي ممكن تشتري عشرة وكنكتز ممكن تقدم بهم على وظيفتين او وظيفة واحدة لكن ده بيتسمح لك تقدم خمستاشر وظيفة فاللمبتدئين انا شاف ان بيبل بير اور افضل من ابورج ابورج طبعا يعني في في عمله اكتر ولكن انا بنصح بيبل بير اور للمبتدئين ويمكن تجد ان في عندك دعوات زي كده ممكن تشوف المشروع اه ده احد اه طالي بريندر اه او سريج ديزاين فده كده بيختصار هو موقع اه بيبل بير اور اي درس القادم اشان هتحدث عن بعض المواقع العربية ما كانت تقل الموقع زي جورو او ابورج او فري لانسر طبعا كل موقع متشابه ولكن بيختلف على المسمى يعني مثلا ولكن موقع فري لانسر مفهوش ميزة الاوفر ما نفعش انت تعمل خدمة لكن الاوفر ده اسمه في ابورج بروجيكت لكن فري لانسر مفهوش كلمة اوفر ومفهوش انك تقدم خدمة وتنشر خدمة زي كده اه ازان فري لانسر مفهوش موضوع الاوفرز فده ميزة بير اور اه فعشان كده بانصح بيه المبتدئين في اوفرز وفي الاتنين ان شاء الله قدم فيهم و اه مع الوقت اكيد هيكون اه فيه اه ليك قاعد اسبقانات في عمله وحاول اهتتم ايضا بالبرتفوليو لازم تضيف شغلك هنا في البرتفوليو في البداية يكون عندك ده صفر فححاول تضيف المشاريع اللي انت اشتغلتها قبل كده اه على حسب مجالك سواء كان برمجة او تصميم او كتاب محتوى او تسويق ان شاء الله واترس القادم اتحدث عن مواقع مستقل ومواقع خمسات وهي المواقع العربية الخاصة بالعملية